تجاذبة سياسية جديدة تطفو على المشهد السياسي المأزوم في السودان بين القوى الحرية والتغيير المجلس المركزي والحركات المسلحة كلمة السر فيها اتفاق جوبا للسلام خاصة بعد اعلان مشروع الدستور الانتقالي الذي صاغته اللجنة التيسيرية لنقابة المحامين والذي طالب بمراجعة بنود اتفاق السلام الموقع الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات حول فرص صمود الاتفاقية في المقابل فإن قيادات الحركات المسلحة ترفض أي حديث عن المراجعة وترى فيها جزءا من حملة شرسة يتعرض لها اتفاق السلام وفي هذا السياق حذرت حركة العدل والمسواة مسار دارفور لقوى الحرية والتغيير من أي محاولة لتعديل اتفاق جوبا مطالبة القوى بعدم اللعب بالنار إذن فهل هناك مخاوف من فتح حقيبة الاتفاقية؟ محللون أشاروا إلى ذلك فقد حوت هذه الاتفاقية عددا من البنود من بينها بند الترتيبات الأمنية للحركات المسلحة وهو ما لم يكتمل ووقف العنف وهو ما لم ينفذ نسبة لوجود عدد من الصراعات القبلية في ولايات دارفور ونيل الأزرق كما أن وصول قادة الحركات المسلحة وفقا لبروتوكول تقاسم السلطة بوصفهم سياسيين أعاقى تكوين حكومة التكنقراط المطلوبة كون أن تلك الحركات لم تستطع تصحيح أو ضاعها وتحول إلى أجسام سياسية حتى الآن اتفاق السلام ضمن لحركات دارفور وللحركة الشعبية الشمال التي تحكم في النيل الأزرق توزيع السلطة والثروة وإعادة النازحين وضحايا الحروب لقراهم وتنمية الأقليم لكن كل ذلك لم يتحقق بسبب عدم توفر ميزانية مالية كافية اشتركوا في القناة